من أعلى القيادات في إيران تنهال كلمات الشكر والتثمين على ميليشيات الموت في العراق المسمات زورا الحشد الشعبي ففي ظل أزمة إدراج فصائل منها على قائمة الإرهاب الأمريكية ينبر الرئيس الإيراني حسن روحاني ويؤكد أن تلك الميليشيات ذات مكانة مهمة في العراق ويصف أعمالها العسكرية بالتضحيات الجليلة وبلهجة أشد حميمية يجدد قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني دعم بلاده لميليشيات الحشد ويؤكد عدم السماح بتفكيك فصائلها ويعز للهياكل الحزبية الحاكمة في بغداد أن تكون يداً واحدة في دعم الحشد ورفض تجريمه من أي طرف كان عادل عبد المهدي المتورط بضرورة الحفاظ على توازن التبعية للاحتلالين الأمريكي والإيراني يرى أن حكومته غير ملزمة بإدراج واشنطن ميليشي النجباء على لائحة الإرهاب وبعبارة لا تخلو من حرج الموقف يبرر موقفه لواشنطن بأنه مضطر لاحترام التضحيات التي قدمتها هذه المجاميع المسلحة للعراق وحال العراق شاهد على تلك التضحيات تدمير البنيان وتهجير السكان والقتل والاعتقالات والتعذيب الجسدي والنفسي واستباحة المدن بعقلية طائفية تدل عليها عبارات الانتقام والثأر المدونة على ركام البيوت وحطام المساجد إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة ليس هذا فقط بل ارتكبت تلك الميليشيات جرائم قتل واعتقال وتعذيب ضد المتظاهرين جنوبي العراق ووسطه عام 2018 وخصوصا حين ردد المتظاهرون بصريح العبارة شعارات مناهضة للاحتلال الإيراني للعراق إيران بره 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 بغداد تفتحر إيران بره بره بغداد تفتحر موقف النظام الإيراني من الميليشيات التي وصفتها التليغراف البريطانية بفرق الموت لا يأتي من قبيل الغزل بها وتثمين دورها في خدمة مشروع الولي الفقيه بل يدل على إدراك طهران بأن استهداف ميليشيات الحشد من قبل أمريكا إن أصبح واقعا يعني انهيار مشروعها التوسعي الممتد حتى سوريا ولبنان فضلا عن انتهاء دورها في العراق باعتبار ميليشيات الحشد هي اليد الإيرانية المغذية لحكومة المحاصصة والضامن لاستمرار تسلطها على الشعب العراقي وفي حال كانت واشنطن جادة في تجميد ميليشيات الحشد فإن حكومة عبد المهدي ستشهد أكبر أزمة سياسية في محاولة إرضاء محتلين يقفان على طرفين قيط